حيوانات ألبينو هي حيوانات تعاني من فقدان جزئي أو كلي لتصبغ ومن هنا يكون لون بشرتها شاحبا مقارنة بالأعضاء الآخرين من نوعها وعلى رغم من أن ولادة حيوان ألبينو تعتبر حدثا مقدسا في بعض الثقافات إلا أن الأبحاث تشير إلى أن معظم حيوانة ألبينو تواجه صعوبة في البرية ولكن ما هي المهقة؟ يحدث المهق في الثديات وغيرها من الحيوانات الأخرى عندما يارث الفرد واحدا أو أكثر من الجينات المتحورة والتي تتداخل مع إنتاج الجسم للميلانين وهو الصبغ الرئيسي الذي يحدث للون الجلد والفراء والعينين ويحدث إنتاج الميلانين داخل الخلايا الصبغية وهي خلايا متخصصة موجودة لكنها لا تعمل بكامل طاقتها في الثديات البيضاء ويمكن أن تكون الحيوانات غير الثدية أيضا ألبينو ولكن لأنها يمكن أن تنتج أصباغ أخرى بالإضافة إلى الميلانين فقد لا تظهر بيضاء بالكامل حتى الثديات البيضاء يمكن أن تظهر بعض الألوان إذا لم تتضرر جيناتها المصنعة للميلانين بشكل كامل من المهم معرفة أنه ليست كل الحيوانات البيضاء ألبينو فبعض الحيوانات ببساطة ذات بشرة فاتحة أو قد تعاني من حالات أخرى مثل الليوسية والإيزابلينية ولمعرفة الفرق بين حيوان ألبينو وحيوان لا يعاني من المرض انظر إلى العينين حيث تظهر الأوعية الدموية في العين للحيوان الألبينو وردية اللون ولكن كيف يعاني حيوان الألبينو في البرية؟ قد تواجه حيوانات الألبينو عقبات في الطبيعة كثيرة أهمها أولا غالب ما يكون لديهم ضعف في البصر مما يصعب عليهم البحث عن الطعام وتجنب الخطر ثانيا لونهم مميز فلا يستطيعون تمويه أنفسهم مما يجعلهم عرضة للحيوانات المفترسة لنأخذ على سبيل المثال التمسيح البيضاء التي تشكل هدفا واضحا للحيوانات المفترسة لدرجة أنها غالبا ما تؤكل قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ ثالثا حيوانات ألبينو وغيرها من الحيوانات البرية الشاحبة بشكل غير عادي هي أيضا أكثر عرضة للصيادين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الطلب المتزيد على الحيوانات الأليفة الغريبة أو المنتجات المشتقة من كائنات نادرة لذا فإن التهديدات التي تتعرض له هذه الحيوانات حقيقي للغاية لدرجة أن منظمة غير ربحية اشترت جزيرة قبلة إندونوسيا فقط حتى تتمكن من بناء ملاذ هناك لإنسان الغاب الأبيض كما تم إرسال واحدة من أشهر الحيوانات الألبينو تدعى سنوفلك إلى حديقة الحيوانات لحمايتها من خطر البرية وكانت سنوفلك عبارة عن غريلا ظهرت في مجلة ناشنال جيوغرافيك وتوفيت بسبب سرطان الجلد في عام 2003 رابعا كما يفضل بعض صائدي الجوائز أيضا الأنواع النادرة على سبيل المثال تعتبر الغزلان البيضاء مورية جدا للصيادين لدرجة أن العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة تحضر من صيدها ومع ذلك فإن بعض المخلوقات البيضاء تجد النجاح في البرية على سبيل المثال في منطقة أوليني ألينوي يوجد عدد مزدهر من السكان يصل إلى ما يقرب من مئة من السناج بالبيضاء وتفخر البلدة بهم لدرجة أنها تشجع السكان على إطعامهم وإصدار قوانين لحمايتهم من اصطدام المركبات بهم ولكن كيف تتعامل الحيوانات العادية مع نظائرها المخقة؟ نتيجة لكل الأسباب السابقة من التحديات التي تواجه الحيوانات الألبينو في البرية أولا فإن الحيوانات العادية تتجنب التعامل مع الحيوانات الألبينو حتى لا تكون عرضة للصيد وغيره من المخاطر ثانيا وفي بعض الأحيان بمجرد أن يولد حيوان ألبينو في عائلة أو قطيع من الحيوانات فإن الحيوانات تصدر أصوات غريبة وكأنها تنتحب وتخشى الاقتراب منه وفي بعض الأحيان تتركها دون رعاية لتموت ثالثا في بعض أنواع الحيوانات يمثل الحيوان الألبينو مصدر خطر للحيوانات حيث أنه يشبه العدو الطبيعي لذلك الحيوان كما حدث مع زوج من الشامبانزي موجودين في محمية الغابة المركزية بدينجو إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لاين في الوصف أسفل الفيديو